القرآن يحتاج إلى فاهم مثل القانون هذا ليس غريب حتى علم القانون القانون من الذي يفهمه؟ المحامي يفهمه أنتوا الآن أخذوا كتب القانون اتدخون بها اتضيعون بها الذين يقولون القرآن واضح لم يقرأ القرآن القرآن واضح بالتوضيح القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه النبي مبين أهل البيت مبينون أما قل حسبنا كتاب الله أمشي؟ فإذن وين صارت هذه الآية؟ لتبين للناس القانون يحتاج إلى خبير الخبير هو المحامي أنتوا الآن إذا عدكم قضية قضائية تحاول أن تدافع عن حقك القطعي ما تتمكن؟ ما تعرف القانون؟ من الذي يعرف؟ المحامي المحامي هو الذي يعرف مسارب القانون واللغة القانون ومنطق القانون ولذلك يتمكن يدافع عن حقك القرآن يحتاج إلى فهم أما شاب ما عنده خلفية ما عنده أرضية يجي هذه الآية تدل على هذا المطلب كيف تجمع بين الآيات؟ كيف تلاحظ الآيات؟ مثل واحد يقول أنا بمطالعة القانون أفهم القانون ما يمكن واحد يقول أنا بمطالعة الطب أفهم الطب عادة ما يمكن هذا الطبيب الذي على المطالعة صار طبيب هذا بالنتيجة يقتل الناس عادة يوديهم إلى المقابر ويملأ بهم المقابر اشتركوا في القناة